ما زال حديثنا في المشكلات التي تواجه الدعوة من الداخل موصولة وبالتحديد إبراز أسباب توغلها في المجتمع الإسلامي وإن كنا قد ذكرنا بعضها إلا أننا الآن نبدأ ببيان البعض الآخر ومن هذه الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات في الداخل هذه غفلة كثير من الدعاة والعلماء عن حقيقة علم الدعوة وأصل نشأته وحاجة الناس إليه وظن كثير منهم إمكان الاستغناء عنهم العلوم الشرعية الأخرى عندئذ فصلوا بين مفاهيم العلوم الشرعية وبين أسلوب الدعوة وعلم الدعوة خاصة إذ إن للعلم للدعوة علوم ولأداء الدعوة علوم وقواعد وضوابط فعندما لا يفهمها الدعاة والعلماء عندئذ لا تؤدي ثمارها وربما تكون سببا في وغود المشكلات بل هو الأصل في ذلك العرض أيضا من أسباب ظهور المشكلات في الداخل غفلة بعض الدعاة عن الإفادة من السنن الربانية الثابتة في حياءة الدعوات إذ إن الحق تبارك وتعالى عندما قص علينا في القرآن قصص الأنبياء والمرسلين فإن هناك سنن ربانية لا تتغير من زمان إلى مكان وهذه السنن الربانية إنما هي نبراس على الدعاة أن يعوه وأن يفهموه وأن يربطوا بينه وبين الأحداث حتى تكون لدعوتهم آثارها في نفوس المدعوين كذلك من الأسباب تكرار حدوث الأخطاء في طريق الدعوة وقلة الاستفادة من التجارب والأخطاء السابقة فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ومع هذا فالدعاة أولئك النفر الذين يناط بكاهلهم قيام الدعوة على خير وجه أولئك يخطؤون في أمر بدهي وهو التعلم من الأخطاء السابقة حتى لا يقع الداعية في شكل خطأ كرره عندئذ يأتي على الدعوة بغلق بدلا من أن يأتي عليها بانفتاح بين الأمم أيضا من بين تلك الأسباب قلة الوعي في صفوف كثير من الدعاة ولعلك عزيزي الطالب عندما تنظر إلى هذه الأمور بين غفلة الدعاة وغفلة الدعاة وتكرار الأخطاء وقلة الوعي تراها جميعا مرتبطة بالدعاة أنفسهم ولذا قلنا مشكلات ذاتية من بين تلك الأسباب أيضا شيوع بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة بين صفوف الدعاة إن الدعاة كالأطباء الذين يتتبعون الداء فيقعون عليه بالأدواء وبالعلاجات التي تذهب هذه الأدواء المجتمعية لكن عندما يكون أولئك الدعاة هم سر الأمراض ومنبع الفساد فهذا أمر خطير جلل ربما بل هو الأصل في ظهور المشكلات الذاتية الداخلية للدعوة أيضا شيوع ظاهرة انفصال العلم عن العمل والفكرة عن التطبيق في كثير أو عند كثير من الدعاة وهذا من أخطر ما تواجهه الدعوة الانفصال بين العلم والعمل أمر لا يأتي على الدعوة إلا بما فيه غلق أبوابها والفكرة التي تبتعد عن التطبيق عندئذ تكون مجردة لا أثر لسماعها ولا أثر في نفوس المستمعين لها القرآن الكريم دعوة إلى العمل والتطبيق إلى العمل والتركيز على أداء الأمور النظرية حتى تؤتي ثمارها في نفوس المستمعين أخيرا من بين تلك المشكلات ضعف العلاقات الأخوية بين المؤمنين عامة وبين الدعاة خاصة القرآن كله أتى ليؤكد على أهمية الأخوة في الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الرحمة مرتبطة بالأخوة الصادقة والقرآن الكريم يشير إلى موقف موسى عليه السلام وهو يناجي ربه هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا القرآن الكريم هنا أكد على أن الأخوة الحقيقية خاصة في مجال الدعوة تجعل للدعوة آثارا في النفوس وترفع قيمة الدعاة وتربط بين أفراد المجتمع الذي يريد الله تبارك وتعالى له أن يكون مجتمعا مترابطا متآلفا فالألفة والود إنما ينبع من الأخوة وإذا فقدت الأخوة الصادقة بين المؤمنين عندئذ يصبح المجتمع كالغابة يأكل قوي فيها الضعيف ترجمة نانسي قنقر